موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية بدأوها بالعنوة انفاذا لتوجيهات القيادة نقل مواطن من المغرب إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه تحت رعاية سمولي العهد بطولات الفروسية الكبرى تفتتح بكأسي ولي العهد البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو خمسين نقطة أساس موسيقى أهلا بكم انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قامت سفارة المملكة لدى المغرب بمتابعة نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقام في السابع عشر من ديسمبر الجاري الحفل الثاني والسبعون من موسم نادي سباقات الخيل مفتتحان البطولات الكبرى للفئة الأولى بكأسي ولي العهد بنسختها السابعة والخمسين للخيل المنتجة محليا والمستوردة على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو العهد على الدعم الذي تجده الفروسية مؤكدا أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الاهتمام الكبير وغير المحدود الذي تميزت به القيادة الرشيدة دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان 21 مشروعا من مشاريع جامعة جازان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال والتي اجتملت على عدد من المباني والمكاتب والمقرات بالإضافة إلى مستشفى جامعي ومنشآت خدمية متعددة واستعرض سموه خلال زيارته لجامعة جازان أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة والخدمات التي تقدمها للمنطقة استقبل سماحة مفت عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيزة للشيخ مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة وأشار سماحة المفت العام للمملكة إلى ما منى الله به على هذه البلاد من توافر النعم التي يأتي في مقدمتها العقيدة الصحيحة والأمن في الأوطان بفضل الله وحده ثم بتوفيقه لولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الميمون الزاخري بالمنجزات والعطاءات عهد خادم الحرمين الشريفين وسموه لعهده الأمين تستضيف المملكة بمدينة جدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري الاجتماع الوزرية الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي ويناقش الاجتماع إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال فتح قنوات لتبادل المعلومات والتحريات في جرائم الفساد العابرة للحدود ومنع تلك الجرائم وكشفها إضافة إلى ملاحقة مرتكبيها وتعقب العائدات الإجرامية واسترداتها بدأت أمس أولى الجلسات الحوارية للمؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية حيث سيناقش على مدى يومين أبرز التحديات والتحول في مجال الاقتصاد والتطور التكنولوجي في العالم إضافة إلى التحديثات الخاصة بالأنظمة والتشريعات افتتحت وحدة أعمال الكيمويات في شركة سابك ممثلة في مبادرة نساند مصنع كيمويات الصناعة السعودية بمدينة جدة وسيسهم المصنع الجديد في تعزيز موقع المملكة كمصدر للملينات الكيموية الآمنة التي تدخل بشكل كبير في العمليات التحولية والتطبيقات البلاستيكية ويعد مصنع كيمويات الصناعة السعودية أول مصنع في المملكة يستخدم مادة ثناء إكسير الهكسانول المصنعة في سابك تنظم هيئة حقوق الإنسان في الرياض ندوة تحت عنوان مرتكزات حقوق الإنسان والوسائل المعززة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتهدف الندوة لإثراء النقاش حول تعزيز جهود حقوق الإنسان من خلال ثلاث جلسات يشارك من خلالها مختصون في المجال انطلقت أعمال مؤتمر مكة الدولي للدراسات القانونية حيث تتخلله مجموعة من الجلسات وأورش العمل يقدمها باحثون ومختصون في المجال ويبحث المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام عددا من القضايا والمشكلات في مجال القانون والأنظمة ودراسة الواقع الحالي للأنظمة والقانون والتشريعات في العالم العربي تنظم الهيئة السعودية للمقاولين مؤتمر تقنيات البناء 2022 بمشاركة أكثر من 60 متحدثا من حول العالم لمناقشة العديد من الموضوعات كالتحول الرقمي والتوائم الرقمية إضافة إلى البناء الافتراضي وأسريب البناء الحديثة كما يشارك في الحدث أكثر من 500 رائد محلي وعالمي في مجال الهندسة والبناء بأفكارهم وأرائهم للمساعدة في عمليات تصميم وبناء وتشغيل العديد من المشاريع المحلية والعالمية وفي المجال العقاري ينتظر أن ينطلق في الرياض منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية في يناير المقبل ويناقش حاضر ومستقبل القطاع وتحدياته وتمكينه وأنسنة المدن وتنميتها والتخطيط الحضري والاستدامة إضافة إلى التحول الرقمي في المنظومة العقارية والابتكار ومستقبل الاستثمار فيه إذ سيشهد المتدى حضورا لكبريات الشركات المحلية والعالمية أنعش معرض جدة للكتاب الروح الأدبية في قلوب الحضور ووسع الآفاق بالتنوع الكبير واللافت لهذا العام رسم معرض جدة للكتاب مسارا جديدا لذائقة القارئ المتجدد وفتح آفاقا كبيرة لكل مهتم ومتعطش للأدب والرواية مما جعل المعرض وجهة مهمة للتفاعل الأدبي والثقافي الأمان المعرض جدة هذه السنة مختلف كليا عن أي دورة سابقة سواء في التضميم أو حتى باهتمام القارئ أو حتى في المسارات المتعددة لدور النشر في مجالات الأدب المنوع إذا صح التعبير مساعي هيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين صناعة الكتب والنشر وتشجيع التبادل الثقافي وإثراء تجربة الجمهور منعكسة بشكل واضح على المعرض والفعاليات المصاحبة بالنسبة لنا كدار حكاية هذه أول مشاركة وأكيد ما راح تكون لخيرة والتفاعل ما شاء الله ممتاز خاصة أن المعرض بدأ في الويكند فما شاء الله كان زحمة كبيرة يعني في أول ويكند لكن الحمد لله بصراحة أحنا ما قاعد نشوف مشكلة عندنا في الدار لأننا مثل ما القارئ ينتقي كتابة أحنا أيضا ننتقي الكتاب اللي عندنا في الدار فللأمانة ما قاعدين نوجه مشكلة هذه لكن قاعد أسمع هالمشكلة هذه عند باج الناس يعزز معرض جدة للكتاب دور القراءة كأسلوب حياة وتوسيع الآفاق لما هو أبعد من ذلك فالتنوع المعرفي يرفع مستوى الثقافة ويشجع عليها أبرار باهبري جدة أعلنت المدرية العامة لحرس الحدود بأن الدوريات البرية في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية أحبطت محاولات تهريب أكثر من 52 طن من القاتل مخدر وأكثر من 800 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وأكثر من 475 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وأكثر من 145 ألف قرص أمفيتامين مخدر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية وبوركينا فاسو في مجلس الشورى اجتماعا تم من خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما في مختلف المجالات للمساهمة في تحقيق مصالح البلدين لا سيما ما يتعلق في الجانب البرلماني منها في حين أكد عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة دكتور أيمن فاضل أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات من جانبه أكد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة بوركينا فاسو بالمملكة باسيري ماتوري على تعزيز وتطوير سبل التعاون والتكامل بين البلدين مشيدا بما تقدمه المملكة من جهود في مكافحات الإرهاب بمشاركة دولية واسعة نظمت وزارة الاستثمار على مدى ثلاثة أيام برنامج كاتالايز السعودية لتسريع أعمال الشركات الناشئة التي شارك بها عدد من رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين وزاروا خلالها مدينتي العلا والرياض لاستكشاف فرص رأس المال الجري والاستثمارات الخاصة في ريادة الأعمال في المملكة وركزت حلقات النقاش خلال البرنامج على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الوعدة حيث شهدت محادثات مثمرة بين المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال السعوديين كما تضمنت المناقشات تأثير التكنولوجيا والرقمنة على المستهلكين ومستقبل السياحة والسفر اختتم في أبوظبي منتدى الأديان لمجموعة العشرين تحت عنوان اشراك مجتمعات الأديان في صياغة جندة قمة العشرين والذي شهد مشاركة فاعلة من قبل مركز الملك عبدالله لحوار الأديان اختتم منتدى الأديان لمجموعة العشرين فعليته في العاصمة الإماراتية أبوظبي الحدث الذي جمع قادة الأديان والعلماء من المنطقة تحت شعار اشراك مجتمعات الأديان في صياغة أجندة قمة العشرين وما وراء ذلك جاء بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين وتحالف الأديان لأمن المجتمعات من هنا تنطرق دروب السلام في كل الاتجاهات وهذا المؤتمر يمثل جانبا من هذا الشوانب سياسة دولة الإمارات فنحن هناك قيادات دينية ممهد لمقترحات تقدم إلى قمة العشرين المنتدى الذي يشارك فيه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لحوار الأديان يهدف إلى إشراك مجتمعات وقادة الأديان وبلورة رأيهم في أجندة قمة قادة الدول العشرين ليكون جسرا بين القمة التي عقدت في أندونيسيا وإطلاق أجندة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الهند العام المقبل ألفين وثلاثة وعشرين هذا وصلت الحاضرون الضوء على العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز دور القادة الدينيين في الحوار العالمي لما فيه خير البشرية وتعزيز ثقافة الحوار ونبد العنف والكراهية وبعث القيم الإنسانية بين البشر وبناء غد مشرق عبد الله بخوش أبو ظبي أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية عادة الشراء الريبو بمقدار خمسين نقطة أساس إلى خمسة في المئة كما قرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقية عادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار خمسين نقطة أساس إلى أربعة ونصف في المئة ويأتي هذا القرار لدعم الاستقرار المالي وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل خمسين نقطة على أساس سنووي ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين أربعة فاصل خمسة وعشرين وأربعة ونصف بالمئة وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007 للميلاد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة التقصير هذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيئة لهطور أمطار رعدية مصحوبة برياح النشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض القصيم حائل الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية انتهت نشرتنا بقيا نذكركم بأبرز ما جاء فيها انفاذاً لتوجيهات القيادة نقل مواطن من المغرب إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه تحت رعاية سمو ولي العهد مطولات الفروسية الكبرى تفتتح بكأسي ولي العهد البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو خمسين نقطة أساس شكراً لكم على طيب المتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته وتصبحون على خلق اشتركوا في القناة